اشتركوا في القناة انتقال عطارد اللي راح ينتقل من الميزان لبرج العقرب طبعا في صندوق الوصف الان موجود اللي هو خلو المسار لشهر 11 تشرين الثاني صار موجود فاللي بدو يستفيد منه فموجود خلو المسار ووجود القمر في الابراج في خلال فترة شهر 11 طبعا القمر الان موجود في منزلة النعائم موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الجمعة وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود فيها لغاية الساعة 43 دقيقة من مساء اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود فيها لغاية الساعة 21 دقيقة من ظهر اليوم أو من بعد ظهر اليوم السبت لينتقل القمر بعدها لمنزل تسعد الذابح وهي للعلاج والفرق والخلاص أو الحرية بما أن القمر موجود في برج القوس لغاية ساعات ما بعد الظهر فمنشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومنطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاولنا إلى عالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعن اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعاً عندنا زاويتين بطيئات الزاوية الأولى هي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين الزهرة وهي تأثيرات لغاية يوم 5-11 هذه تعطينا نظرة إيجابية وتفاؤلية للحياة بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبي منفصل ما بين زحل وما بين أورانوس وتأثيرات لغاية 16-11 بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد كما أنها بتدل على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل طبعا عندنا أول زاوية زاوية تربيع سلبي بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون الساعة وحدة و37 دقيقة من صباح اليوم السبت هاي تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الظهيرة بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون ذروتها الساعة و59 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من منتصف الليل لغاية ساعات المساء هاي زاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محمط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب عند أي انتقاد أو أي مواجهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين عطارد وهي رح يكون ذروتها ساعة 12 و33 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهي آخر زاوية رح يكون قبل خلوة المسار وهي زاوية رح يكون الساعة 11 و9 دقائق بعد الظهر بتوقيت جرينيج التأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار القصير اللي مدته من الساعة 11 و9 دقائق بعد الظهر لغاية الساعة 21 دقيقة بعد الظهر بعدها القمر بانتقل لبرج الجدي هذا بيعني أن الفترة المذكورة ولو أنها بسيطة ولكن لازم التذكير أن خلو المسار فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 21 و21 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش يعني قبل حلقة الغد اللي هي حلقة الأحد تقريبا بنصف ساعة طبعا لما يصير القمر بالجدي جميع الأبراج منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول إنجاز عمل متراكم ومنجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن سيطر علينا روح التشاوم أو على البعض منه علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليس التأمين أو عقد تأمين أو مراجعة شركات تأمين لتجديد عقد أو أمور من هذا القبيل الساعة 7.21 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل أي عطارة بنتقل من الميزان للعقرب ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية الساعة 8.41 دقيقة من صباح يوم 17.11 خلال الفترة المذكورة بيشعروا موليد برج العقرب بقوة الفكر والإدراك الجيد للأمور وبينشطوا في مجال الدراسة والمطالعة وإجراء الاتصالات أو القيام بسفريات ضرورية وبيتمتعوا أيضا بقدرة على الإقناع أو قدرة على إقناع الغير بوجهة نظرهم بيستفيد معهم كذلك موليد الأبراج المائية الأخرى زي السرطان الحوت والأبراج الترابية الثور والعذراء والجدي وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب عطارة ساعة ولادته في برج العقرب الآن الأشخاص اللي بيولدوا وبكون عطارة موجود بالعقرب ساعة ميلادهم هذولا أشخاص بميلوا للتكتم على أسرارهم وبيظل قسم كبير منهم يعني فيه هيك نوع من أفكاره بتكون سر دفين بينه وبين نفسه ما بيطلعها على أحد بالمقابل هذا الشخص بيحاول التغلغل في نفوس الآخرين لمعرفة خباياهم وأسرارهم طبعا العقرب لما بيكون موجود أو بنتقل العطارة لما بنتقل للعقرب فهنا فيه تأثيرات على جميع الأبراج كل برج على حسب ما يعتبر هذا بيت لإلو بالنسبة للحمل بتنصب أفكارهم حول الأمور المالية المشتركة اللي بتيجي عن طريق شراكة مالية أو عاطفية أو عن طريق الأزواج أو بنك ضريبة تأمين وارضوا حلول لبعض المسائل المالية وبتمكنوا من إدخال تحسين على ميزانيتهم برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور بميلوا لتبادل الأفكار والآراء مع شركاؤهم سواء شركاء العمل أو شركاء العاطفة ما بينهم وبين الأزواج ممكن يصير فيه توطيد للعلاقة أكثر أو مصالحات أو تبادل للأفكار المشتركة اللي بتكون لمصلحة الطرفين برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء أفكارهم بتفيدهم بالتعامل مع زملائهم بالعمل وهي برضو فترة مناسبة لمقابلات أو تقديم طلبات إلها علاقة بعمل جديد ممتازة جدا لتعزيز العلاقات وأيضا لإنجاز بعض الأعمال اللي كانت صعبة بالفترة الماضية عليهم برضو فبعضهم بيهتم بأمور إلها علاقة بالصحة ولكن بدهم يحذروا أثناء تنقلاتهم أو أثناء حركتهم من بعض الإصابات برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان هنا بتزداد نشاطاتهم الأدابية وحث أولادهم على الدراسة نشاطاتهم الفكرية استيعابهم لبعض الأمور اللي كان صعبة في الفترة الماضية قدرتهم على التواصل وإقناع أحباهم بوجهة نظرهم أو ممارسة هوايات وبينجحوا فيها بشكل جيد برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد بتنصب أفكارهم حول الأمور اللي إلها علاقة بالعقارات المنازل أجهر استئجار بيع البحث في أمور عقارية وعندهم قدر أيضا على إقناع أفراد العائلة بوجهة نظرهم وعندهم نشاطة عالية على المستوى العائلي والعلاقات الاجتماعية برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعا النشاط بيكون عندهم بأوجه لأنه يعتبر بيت قوي بالنسبة لهم بأمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات لما سفات قصيرة أو السفر القصير إحنا بنسمي إنه بروح على بلد وبرجع مرة تانية أو بروح أساسي جهز إقامة طويلة أو شيئا من هذا القبيل وبرضو تنصب عند الطلاب أفكارهم على المطالعة بشكل قوي جدا أو بحث عن أمور علمية أو فهم بعض الأمور اللي يتعذر عليهم فهمها بالفترة الماضية قسم كبير منهم بفكر بشراء إما سيارة أو الاهتمام بالسيارات أو بالأجهزة الإلكترونية قدرة الإقناع عندهم عالية وأيضا قدرتهم على التسويق لا سلعة معينة ممتازة جدا برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنصب أفكارهم حول أفضل الطرق لكسب المال وسداد بعض الديون أو الالتزامات أو الفواتير القديمة أو التحصيل على أموال اللي بتجيهم من عمل إضافي مستردات هبات نوع من أنواع الدعم الأجواء جيدة ولكن بدهم يحذروا من نزوات التسوق برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بما أنه أعتارد موجود عندهم رح يتمتعوا بقوة فكر وإدراك جيد وسرعة بديهة عالية جدا وقدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرهم فمعاني فترة نشطة حيوية جدا تعطيك طاقة معاني مميزة بالفترة القادمة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بينجد بولا مواضيع غامضة في الحياة أكثر من السابق وبيحاولوا إدراكها وفاهمها واستعابها ثير من موليد برج القوس بيلجأوا للأمور اللي إلها علاقة بالمواضيع الروحانية أو بحث عن أمور غامضة جدا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بيميله لا تبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء ونشاطات عالية جدا على المستوى الاجتماعي ما بين زيارات وعلاقات ومعارف وتوطيد العلاقات مع الأصدقاء واستغلال بعض المعارف لإنجاز بعض الأمور المهمة الأجواء جيدة وداعم الأقلهم على المستوى الاجتماعي لازم استغلالها برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا أفكارهم بتفيدهم في مجال العمل والعلاقات مع المسؤولين وتوطيد العلاقة مع المسؤولين أو النشاط اللي بيثبتوا فيه من خلال أعمالهم وإنجاز أعمالهم لا حقهم بالتكريم أو الترفيع أو الشهرة أو المنصب عشان هيك بدهم يستغلوا هاي الفترة لإثبات وجهة نظرهم وطاقتهم أيضا برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بينشطوا في مجال السفر البعيد والاتصالات البعيدة وبيستفيدوا التجار في عمليات الاستراد والتصدير وأيضا الطلاب اللي على مقاعد الدراسة الجامعية بيستفيدوا بشكل قوي على مستوى الامتحانات وعلى مستوى الدراسة واستعاب بعض الأمور وهاي فترة مناسبة لا إما تعلم بعض الأمور الروحانية أو حتى الأمور اللي إلها علاقة بتقديم أوراق إلها علاقة بالهجرة والسفر البعيد أو اتصالات وتواصل مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اليوم اللي هي الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية عنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل يوم مناسب لهاي الأمور برضو مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولا يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجدي بده ينتقل يعني في ساعات ما بعد الظهر فخلو المسار القادم بصير يوم الاثنين واحد وثلاثين عشر في تمام الساعة ثلاثة وأربعة عشر دقيقة عصرا وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة واثنين وأربعين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج ليستقر القمر بعدها في برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره أربع أيام في تمام الساعة تسعة واحد وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بصير عمره خمس أيام نسبة الإضاءة بتصير عشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم اثنين وعشرين احداش سعيدة بنسبة مية في المية القمر في القوس وبدينتقل في ساعات الظهر لبرج الجدي ورح يضل في برج الجدي لغاية يوم واحد وثلاثين عشرة هو الآن منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية ساعات منتصف الليل الجمعة على السبت بصير منتحس بنسبة خمسين في المية ساعات العصر بصير منتحس بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات المساء المتأخرة بصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية عطارد في الميزان وبدينتقل للعقرب ورح يضل في العقرب لغاية 17-11 سعيد بنسبة 85% الزهرة في العقرب حتى يوم 16-11 سعيد بنسبة 15% الآن ولكن في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 10% لأنه رح يبدأ في مرحلة المقابلة اللي يعني شوي بتكون صعبة عليهم قصوصا تقابلها رح يكون مع أورانوس المريخ في الجوزاء حتى يوم 30-10 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحوت طبعا رح يضل بتراجع في الحوت لغاية 23-11 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو لغاية 7-3 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظاهرة بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد أو تقديم الامتحانات والدراسات الجامعية الأجواء جيدة لا الأمور العاطفية ولا الأمور العملية برضو بإمكانكم إنكم تعززوا العلاقة مع أحباءكم بعضكم ممكن يروج لشيء معين في هاي الفترة فترة ممتازة عاطفيا عائليا حتى عمليا أما في ساعات الظهر بينصب اهتمامهم حول عملهم ومصالحهم الاجتماعية أهم إشيء أنه ما ترتجلوا المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم يبتضغط عليك المسئوليات أو ممكن تواجه أمر صعب ومعقد فعشان يكبدك تلتزم بالهدوء وضبط النفس والتزم بالمسئوليات لأنها يعتبر هذا بيت السمعة يعني حاول إنك ما تغامر وما تجازف فيه برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بالضل المتاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي أو حتى من أمور إلها علاقة بالبنوك والضريبة والتأمين أو سداد بعض الأمور أو حتى أنه بتقدروا أنه تركزوا على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمواريث أو لأنك الطالب بحقوقك أهم شيء أنك تخففوا من النفقات المتصاعدة وهذا اليوم ما بينفع أنك تكفل حد أو تضمن حد أو تقرض حد فلوس أهم شيء أنك تركز بشكل جيد اليوم لغاية ساعات الظاهرة في كل الأمور المالية لأنها راح تنصب لمصلحتك أما من ساعات ما بعد الظهر فهنا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد وبرضو بتحمل لك هاي الفترة لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب سفر أو تسويق أو نشر أو دراسات عليا وبتفرح إلى انتصار أو لرحلة لمشاركة ناجحة أهم شيء أنك تتحرك على مختلف الأصعدي برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا من القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعات الظهر فعشان هيك بالضل هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في مجال العاطفي وتعزيز العلاقات مع شركاكم أو مع أزواجكم لمصالحة أو لتواصل ولكن بتظلها فترة ضاغطة طاقتكم فيها ضعيفة ما بينفعكم فيها لا عصبية ولا مواجهات ابعد عن الخلافات قدر الإمكان لأنه أنت الحلقة الأضعف ورح تكون ملام أما من ساعات ما بعد الظهر القمر بتحرك للبيت الثامن فهنا بتعيد وضبط ميزانيتكم وبإمكانكم إدخال تعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور ما في مجال ما وتعتبر فترة جيدة لتصحيح خطأ ما أو لا تكرار محاولة سابقة برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا بتكون تنجزوا اللي بتقدروا عليه من أعمال وما تتركوا أعمالكم تتراكم عندكم لأن القمر الآن بدأ بمراحل المقابلة وحاولوا أنكم ما تبالغوا بجهدكم الجسماني يعني بمعنى آخر بتكونوا تعملوا الأعمال الروتينية المطلوبة منكم بدون عصبية وبدون أي انفعال وتنتبهوا لغذائكم وراحتكم وتحاولوا أنكم تكونوا منظمين وتحسنوا إدارة الوقت وبعدوا عن أي فرد سلطة على المعاونين أو على زملائكم بمكان العمل وحاول أنك تهتم بالأعمال الضرورية والمهمة جدا أما من ساعات ما بعد الظهر القمر رح ينتقل مقابلك تماما لبرج الجدي فهون بإمكانك الاهتمام أو تركيزك كله رح يكون على تعزيز الشراكة الشراكة مالية شراكة عاطفية أو إعلاقتكم مع الأزواج أو مواجهة أو مقابلة أهم شيء أنكم تحافظوا على هدوءكم ما ترتجلوا أي كلام ما توجهوا ملاحظات لأنه خصمكم بصير قوي في هذه الفترة هذه الفترة تحمل بعض موليد برج الجدي إما ارتباط كزواج أو علاقة جديدة بتتطور أو انفصال فعشان هيك بتكونوا تحافظوا على هدوء عصابكم وحاولوا انكم ما تكونوا عذائين برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا بتظل رغبتكم قوية اليوم بالتقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وتواصل معهم الحظ يعني بيدعمك بشكل لا بأس فيه اليوم كماليا أو حتى فكريا أو حتى على المستوى الاجتماعي اليوم رح تشعر بنوع من أنواع السعادة بتعيش لحظات سعيدة نسبيا وفترة إيجابية بتكمل اليوم أمس بطاقة أعلى كمان بشكل قوي وعاطفي وحيوية وحضوض بتدعمك بشكل ممتاز أما في ساعة الظهر فهونا القمر بنتقل للبيت السادس بيبدأ العمل بالتراكم لديكم أهم إشي أنكم ما تهملوا صحتكم وحذروا من المتاعب الصحية أو الجسدية اللي ممكن تمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة اللي ممكن أنها تشعرك ببعض التوتر عشان هيك بدك تكون حذر وتركز على أعمالك بشكل جيد من ساعات ما بعد الظهر وتحاول أنك ما تدخل بأي عدائية مع زملائك بالعمل برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا التركيز رح يظل موجود من الآن ولغاية ساعات الظهر على الأمور اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة تعديل مسكنكم التعاون مع أفراد العائلة مناسبات لقاءات حل مسألة إلها علاقة بالعائلة يعني كلها مشاكل شخصية أو أشياء شخصية ممكن اهتمام بتصليحات أو ترتبات أو الاهتمام بمسائل عقارية أهم شيء أنك ما تتهرب من المسئوليات أما من ساعات ما بعد الظهر هنا القمر بنتقل بصير في البيت الخامس فبتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم بتفرح لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح عندك وبتشتد عزيمتك وبتكون بخطوة مباركة ممكن تتلقى إشارة إيجابية خلال هذا اليوم اللي هو من ساعات ما بعد الظهر وخلال الأيام القادمة وتعتبر هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف والضغطات اللي عصفت فيك في الفترة الماضية ما بين توتر ما بين شحنات ما بين أمور فيها تقلبات مزاج برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات زي يوم أمس اليوم نشط جدا على تنقلاتكم واتصالاتكم بشكل قوي أو الاهتمام بالمسالة اللي علاقة بالإلكترونيات أو السفريات أو التنقلات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان وأيضا ممتاز لتعزيز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران ما زالت الحظوظ بتدعمك وحاول أنك اليوم يعني تكون واضح بكلامك ما توجه انتقادات لاذعة وحاول تخلي كلامك واضح على أساس أنك ما تنفهم بشكل خاطئ ومنك رح يهتم بمسائل العلاقة بالسيارات أو الإلكترونيات أما من ساعات الظهر بتفضل الأجواء البيتية والعائلية أهم شيء أنك تلطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك أو امتعاضك أهم شيء أنك ما تخالف القوانين واحترم المواعيد والالتزامات المهنية وحاول أنك تهتم بعائلتك بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هذا اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي وبرضو بيفتح لكم أبواب لبعض المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية اللي لها علاقة باسترداد حقوق هبات دعم أو حتى الاتصالات اللي بتصفر عن بعض المكاسب أهم شيء أنه تمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين الأجواء شوي يعني رح يكون فيها بعض المزايا على المستوى المالي وبعض الأخبار اللي لها علاقة في هذا الموضوع أما من ساعات الظهر هنا تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولإسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة هاي الاتصالات بتصفر عن اتفاق ومصالحة بتصير الأجواء داعملة إلك بشكل قوي وبتصير نشط جدا بالأيام القادمة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم اليوم تبادروا لخطوة جديدة دعا من مكانتكم الاجتماعية طاقتكم عالية وأيضا ملفتين للانتباه بالنسبة للجنس الآخر عندكم حيوية وسرعة بديها بلشت ترجع لكم طاقتكم بشكل أقوى من ساعات الظهر القمر رح ينتقل ويصير في بيت المال فهون التركيز كله بصير على تنظيم ميزانيتكم أهم شيء خلال هذا اليوم ما تغامروا بأموالكم لأنها فترة حذرة ماليا ومعنويا وحاول أنك ما تتصرع باتخاذ قرارات حاسمة حاول أنك تستشير أهل الاقتصاص أنت بحاجة هذا اليوم لكل التعاطف والتضامن من كل الجهات يعني الوضع المالي من ساعات ما بعد الظهر ما قبل الظهر طاقتك ممتازة وحيويتك ممتازة جدا برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الظهر فعشان هيك بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم تهدأ وتيرتكم لحد الركود بتشعر بنوع أنه في ضغط عليك كبير أو مسؤوليات كبيرة أو تراجع معنوي تراجع صحي بعض الإحباط أو هيك بتشعر أنه الجو سلبي ومخيب للآمال طبعا هذا كله مع اقتراب ساعات الظهيرة ببلش يتلاشى ويختفي لأنه القمر خلاص بده ينتقل عندك في ساعات الظهر بتستعيد نشاطك وحيويتك بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاهى برضو بإمكانك أنك تبدأ بمشروع أو خطة جديدة وبتمتلك طاقة كافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق اليوم من ساعات الظهيرة بيحمل لك خبر سار أو شيء يبشرك بالخير بالأيام القادمة برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا القمر بلش يقترم من بيت متاعبكم ولكن من الآن لغاية ساعات الظهيرة بوسعكم تعزيز صداقاتكم وعلاقاتكم مع الأصدقاء وتوطيد العلاقة معهم ومنكم أشخاص ممكن يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يعني تتسع أفاقك الإجتماعية أو لقاءاتك الودية وممكن أشخاص يدعموك في شيء مميز خلال هذا اليوم وحتى اليوم ممكن أحد الأصدقاء أو الأقارب أو المعارف أو أحد العلاقات المرموقة يقف بجانبك بمسألة ما ويخفف الضغط عنك أما من ساعات الظهيرة فهنا القمر بنتقل بصير في بيت المتاعب اللي هو برج الجدي فعشان هيك بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم وتجنبوا اتخاذ أي قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة حادروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك في خلال الأيام القادمة لحين انتقال القمر ووصوله لعندك فعشان هيقدك تضبط أعصابك وحاول ما تتخذ قرارات حاسمة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هذا اليوم برضو بظل يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء بدون انفعال بدون عصبية بدون مخالفة قوانين ابعدوا عن أي خلافات أو مجازفات في هذه الفترة ليش؟ لأن هذا بيت السمعة والطاقة ما زالت ضاغطة بشكل كبير حاولوا قدر الإمكان أن تعززوا علاقاتكم مع المسؤولين أو مع أشخاص بتثقوا فيهم لا تستشيروهم أو لا أنهم يحللكوا مسألة معينة أما من ساعات الظاهرة فهنا القمر بنتقل لبيت العلاقات الاجتماعية والأصدقاء فمن ساعات الظاهرة بيبدأ النشاط الاجتماعي بتلتقوا الأصدقاء أهم شيء تحاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا وحدين تعتبر هاي فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر فيها الاتصالات والموعيد والعلاقات الاجتماعية هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر